هل يسرك أن تفعل حسنة يمتد لك ثوابها حتى بعد وفاتك؟ هل تحب أن تغرس شجرة يجني فيمارها الأجيال تلو الأجيال؟ إذا أردت ذلك فعليك بالوقف الخيري وهو حبس عين كبيت أو بستان لا يتصرف في أصلها مع انفاق منافعها في وجوه البر تقربا إلى الله تعالى والوقف مما اغتص به المسلمون ولم يعرفه أهل الجاهلية وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية الوقف ولزومه وأنه من القربات المندوب إليها قال ابن رشد الوقف سنة قائمة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وقد سارع أكثر الصحابة إلى وقف أفضل أموالهم طمعا في ثواب ربهم فروي عن جابر بن عبد الله قال ما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من صدقة مؤبدة لا تشترى أبدا ولا توهب ولا تورث وكان لأبي طلحة حديقة عظيمة تسمى بيرحاء فلما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إن استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى قال ابن قدامة وهذا إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعا فسارع إلى وقف خيري أصالة أو مشاركة حتى يمتد لك ثوابه بعد وفاتك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له